السلام عليكم متابعي قناة HD فيلم الكرام لو بتحب القضايا والإصارة والتشويق يبقى لازم تدخل دلوقتي على بيتج أرشيف هتلاقي الرابط في أول كومنت لا تنسى من كان معك عندما لم يكن معك أحد ما تنسوش الدعاء لإخواننا اللي تحت الحصار ربنا يسبتهم وينصرهم ويرحم شهدائهم وبيبدأ فيلمنا النهاردة في مدينة روما تحديدا في مرصد الفاتيكان وبيكون ساعتها واحد من اللي شغالين في المكان ماسك ميكريسكوب وبيرائي بالنجوم وقتها بيتصدم لما بيشوف نجم ملتهب بيقرب من الأرض وفي نفس الوقت ده بيكون القصة بتاع الكنيسة بيقلب في كتاب مليان بالتعاويز ومعلومات عن الأرواح الملعونة ومن بين الصور بيظهر العالم القبيح التابع للكيان الصهيوني واللي بالتأكيد هيكون لعي لقب كرسة عالمية وما فيش ثواني وبينلاقي الشخص اللي كان بيرائي بالنجوم جاي جاري للقص وبيحكيله على اللي شافه وقتها بيفهم القصة ان العالم اصبح على مشارف الانتهاء علشان كده بيعمل اجتماع لرجال الدين من كل أنحاء روما وبيبدأ يحكيلهم عن عواصف مدمرة وحروب قديمة راح اضحيطها ملايين الأبرياء وبيعرفهم كمان ان بعد ظهور النجم الملتهب وهو في طريقه للأرض اصبح الوضع خطير جدا والكائنات الملعونة هتتجسد بين الناس وهتدمر الأرض لحد نهاية العالم وفي طرف اخر بقى بنشوف واحد اسمه روبرت شغل في السفارة الامريكية وفي الوقت الحالي بيكون مستعجل جدا لان مراته كاتي بتولد في المستشفى لكن اول ما بيوصل للمستشفى القصة الخاص بالمستشفى بيقابله على الباب وبيصدمه ان الجنين مات وكاتي مش هتخلف تاني وقتها روبرت بيفضل يعيط وبيبقى خلاصها ينهار علشان خايف ان كاتي يجرى لها اي حاجة لما تعرف الخبر بس على اخر لحظة القص بيهديه بيقوله انه عنده الحل ساعتها بياخده معالي حضانة الاطفال وبيوريله طفل لسه مولود واهله كلهم ماتوا وبيقترح عليه انه يتبنى الطفل ده في هدوء ويربيه من غير محد يعرف حاجة فبيوافق روبرت على الفكرة وبياخد الطفل وبيروح لكاتي اللي بتبقى في قمة سعدتها لما بتشوف الطفل وبتقرر تسميه ديمان وبعد فترة كبيرة جدا كاتي بتروح السفارة تطمن على روبرت وبتشوفه هو طالع مع السفير الامريكي من المكتب وبيكون بين عليه السعادة فبتقرر تفرحه هي كمان وتعرفه بانها بدأت تتعلم الايطالي بس روبرت بيقرر يفاجئها ويعرفها انهم هيرجعوا لندن مع السفير لانه تعين النائب بتاعه بس للأسف السفير بنلاقيه بعدها قاعد في عربيته وبيكون متضايق جدا بسبب الزحمة وفي نفس الأسناء بنشوف راجل مشرد بيجر قطعة معدنية وهو ماشي ومرة واحدة بيخبط خشبة مسنود عليها كتش شاحنة مليانة بنزين وبيرمي سجارته على الأرض وفي ظرف سواني معدودة شاحنة البنزين بتتحرك في اتجاه السفير وبتخبط فيه والبنزين بيقع منها وبمجرد ما بيقرب من السجارة بيحصل انفجار مروع بيروح ضحياته السفير وعدد كبير من الضحايا بعد ثلاث شهور بقى من الحادث الأليم ده بيتعين روبرت سفير باعتبار انه كان النائب وكمان كان ابن السفير السابق بالتبني وهنا بنفهم ليه روبرت وافق يتبنى ديميان المهم انه بيروح على الفيلا اللي كاتي اختارتها علشان يعيشوا فيها وساعتها بتلاحظ ان روبرت متدايق فبتسأله عن السبب فبيرد عليها وبيعرفها انه حاسس انه خدمة كانة مش من حقه بس كاتي بتوسيه بتعرفوا انه كان مترشح معانا ستانية ومحدش اختارهم لانه اكفأ منهم بعد سنتين بقى بنشوف كاتي وهي بتلعب مع ديميان في الحديقة ومرة واحدة بتنشاغل عنه وبتروح ترد على تليفونها بس ما بتلاقيش حد بيرد عليها وفجأة بتبص وراها فبتتصدم لما بتلاقي ديميان مش موجود وبتجري زي المجنونة تدور عليه في كل مكان وقتها ديميان بيكون مستخبي ورا شجرة وبيطلع مرة واحدة يخضها فبتجري عليه كاتي ساعتها وبتقول له ما يعملش كده تاني لانها كانت قلقانة جدا عليه وبنروح بعدها لعيد ميلاد ديميان اللي بيكون متواجد فيه مجموعة من الصحفيين واكبر الشخصيات في البلد وبين بين كل دول بنلاقي المربية بتاع ديميان مركزة مع كلب اسود واقف بعيد وبعدها على طول بنلاقيها واقفة على قمة الاصر وبتنادي على ديميان وهي مسك حبل ولفها على رقبتها وبتقول له انها هتعمل كده علشان تسعده وبتنط على طول من فوق الاصر وبتشنق نفسها واستصاد موزهول من كل الموجودين اما ديميان فبيتجاهل كل اللي حصل وبيبص للكلب الاسود وبيشاور له تاني يوم طبعا الخبر بينتشر والصحفيين بيقابل روبرت على باب السفارة علشان ياخدوا منه تصريحات وقتها روبرت بيبقى عاوز يدخل السفارة بسرعة علشان يهرب منهم لكنه ما بياخدش باله وبيوقع مصور اسمه كيس بس على طول بيقوم روبرت وبيعتذر له حتى مكتبه لان السيكيرترا بتاعته بيتبلغوا ان في قص من روما جاي وطالب يقابله بسرعة فبيقرر روبرت ينزله بنفسه علشان يفهم هو عاوز ايه وقتها بيتفاجئ ان القص ده بيقوله انه جاله بعد معرف موضوع موت المربية وبيعرفه ان ديميان اللي رباطه لعمره يبقى ابن الشيطان طبعا روبرت بيفكره مجنون وبيقول اي كلام لكنه بيستغرب لما القص ده بيقوله على اليوم اللي جبناه فيه وقتها روبرت بيخاف ان الصحافة تعرف حاجة عن موضوع التبني علشان كده بينادي على الحارس يطلع القص برا كيس بقى بيكون لسه واقف برا وبيفضل يصور القص لمعرف انه جاي مخصوصي قابل روبرت وبيرجع روبرت البيت بعدها وبيتفق مع كاتي بعد نقاش طويل جدا انهم مش هيجيبوا مربية تانية لدميان لكن بتدخل عليهم واحدة من الخدم تبلغهم ان فيه واحدة عاوزت قابلهم فبيسمح لها روبرت بالدخول وبنعرف وقتها ان الست اللي عاوزت قابلهم دي اسمها بي لوك وشغالة مربية من 40 سنة وكمان ساعدت امها في تربيت اخوتها الصغيرين فبتعجب كاتي بالسيفي بتاعها وبتوافق تشغالها عندها وبتخدها معاها كمان تعرفها على ديميان وبتسيبهم وبتمشي وقتها بي لوك بتطم من ديميان انها جاية تحميه لما بتلاحظ انه خايف وعلى الناحية التانية بيبقى كيس ماسك صور القص وبيلاحظ ان فيه شعاع فوق دماغه وبيقرر ان يحقق في الموضوع علشان يفهم ايه اللي وراء القص ده تاني يوم بقى كاتي بتنادي على بي لوك علشان تجاهز ديميان علشان يروح الكنيسة معاهم وقتها بي لوك بتحاول تقنعها ان ديميان مريض ومش هيعرف يروح معاهم لكن كاتي بتتعصب عليها وبتأمرها تغير له هدومه وتجيبه للعربية بس في الطريق بقى بتحصل حاجة غريبة جدا لديميان وكل ما بيقربه من الكنيسة ديميان بيتعصب اكتر واكتر لحد ما بتجيله حالة عصبية وبيهجم على كاتي وبيقطع شعرها وبيعورها في دماغها روبرت ساعتها بيكتفه وبيؤمر السواء يرجع على البيت فورا ولما بيرجع البيت بيقعد مع كاتي دوي الجرح اللي في دماغها وبيدافع عن ديميان وبيقول لها انه كان تعبان لكنها بتعرفه انها حاسة انه مش طبيعي ومؤخرا باقت تخاف منه فبيطمنها روبرت انه مفيش حاجة تخاف منها وبيقول لها ترجع قضيتها وتريح اعصابها من اللي حصل بس للأسف كاتي بتحلم ان شرايين ايديها تقطعت وديميان واقف قدامها لابس قناع مخيف وبينقض عليها وطبعا وقتها بتقوم مفزوعة من النوم في نفس الوقت ده روبرت بيروح يطمن على ديميان وهناك بيتفاجئ بكلب الشرس جدا في القوضة ساعتها بيلوك بتهدي الكلب وبتعرفوا انهم لقوا جنب الحديقة وخادته يحرس ديميان لانه بيحبه لكن روبرت ساعتها بيأمرها تمشي الكلب ده بكرة وما تتصرفش من دماغها تاني وفي اليوم اللي بعده كاتي بتاخد ديميان وبتودي حديقة الحيوانات مع اصحابه بس فجأة بتشوفوا واقف لوحده قدام قفص الارود فبتفكروا زعلان ان اصحابه مش بيلعبوا معاه لكنه بيفجئها وبيقول لها ان الارود مرعوب منه وبالفعل كاتي لما بتبص لهم بتلاقيهم خايفين جدا منه فبتشيله وبتقرر تمشي وقتها بس الاوروب بيتعصبه وبيهجمه على الازاز بيكسره والفوضى بتنتشر في المكان وعلى بالليل بقى بيرجع روبرت من شغله بيلاقي كاتي مستنياء وبتحكيله اللي حصل وبتعرفه انها بقت خايفة جدا من ديميان وبتفضل تعايت لانها مش عاوزة تبقى معاه وبتحس انها بقت مريضة نفسية علشان كده بتطلب من روبرت انها تروح لدكتور يعالجها بعد كده روبرت بيروح حفلة تبع الشغل عنده ومرة واحدة بيظهر له القص من بين الناس وبيقوله يقابله جنب الكنيسة علشان حياة كاتي في خطر وبيمشي فورا لكن كيس بيفضل مركز معاه وبيصوره في نفس الوقت ده بتكون كاتي بتغزل سنانها وفجأة ديميان بيعاد من وراها بس لما بتلف كاتي والشها بيكون اختفى لكنها بتترعب بعدها لما بتبص في المراية وبتشوف شبح مخيف واقف وراها وقتها بتصحى مفزوعة من النوم وبتنزل تحت لما بتسمع صوت حد في المطبخ في الاول مش بتلاقي اثر لاي حد لكن قبل ما تمشي بيظهر ديميان من العدم وبيعمل سندويتش وبياخده وبيطلع في حين ان كيس بيكون ساعتها بيدقق في صور القص روبرت بيروح يقابله في المكان اللي قاله عليه وساعتها القص بيعرفه ان ديميان يبقى ابن الشيطان ومستهدفه علشان يدمر العالم بعد ما يخلص عليه هو ومراته ويورس كل حاجة طبعا روبرت مش بيصدق وبيبقى عاوز يمشي لكن القص بيوقفه وبيعرفه ان كاتي حامل وديميان هيخلص عليها قبل ما تولد والشخص الوحيد اللي يعرف طريقة القضاء عليه قص اسمه بوجينهاجن بعد ما بيمشي روبرت بقى الجو بيتقلب 180 درجة وساعتها بيحس القص ان روح الشيطان هتخلص عليه علشان كده بيلبس الصليب وبيهرب باقصى سرعة للكنيسة بس قبل ما يدخل الباب بيتقفل لوحده وفجأة وبدون مقدمات بتنزل حديدة من فوق الكنيسة على شكل رمح بترشأ في القص وبتخلص عليه فورا وهو واقف تاني يوم بقى روبرت بيرجع البيت بيلاقي كاتيمة دايقة من ديميان وبتخلي بيلوك تاخده على قطه فبيهديها وبياخدها بره يتكلمه مع بعض ساعتها بتصدمه انها حامل لكن الصدمة الاكبر من كده انها عاوزة تجهده علشان مش هتقدر تربيه مع ديميان وقبل ما تسيبه وتدخل بتعرفه ان الدكتور بتاعها طالب يقابله بعد كده روبرت بيشوف خبر موت القص وبيبدأ يصدق كلامه لما عرف ان كاتي حامل وبيتأكد اكتر لما بيروح للدكتور وبيعرفه ان كاتي بيجي لها تهيئات مخيفة عن ديميان وهو بيموتها علشان كده عاوزة تجهد الجنين لانها خايفة عليه منه وفي نفس الوقت ده بيلوك بيكون قاعدة بتأكل ديميان ومرة واحدة اللي اتنين بيبصوا للاسكوتر وعنهم مليانة شر بعدها على طول بنلاقي كاتي واقفة على كرسي بتعلق ورد وساعتها ديميان بيبضل يجري بلاسكوتر ناحيتها وبيخبطها يوقعها على الارض من مسافة عالية جدا من غير حتى ما يساعدها ساعتها الخدم بينقلوها على المستشفى ولما روبرت بيروح لها بيكتشف انها جالها نزيف داخلي وتسبب في موت الجنين فبيحزن جدا وبيدخل لكاتي وسيها لكنه بيلاقيها بتعيط وبتطلب منه يحميها من ديميان بعدها على طول كيس بيتصل على روبرت علشان يعرفه انه اكتشف حاجة مهمة عن القص اللي كان بيترضه فبيروح لروبرت البيت بسرعة في الاول كيس بيعرض له صور عيد الميلاد واللي بيكون فيها علامة كده شبه العلامة اللي موجودة في صور القص وكمان عرف ان القص كان بياخد مخدر لفترة طويلة لانه كان عارف انه هيموت في اي وقت علشان كده كان طول الوقت بيقول انه عاوز ربنا يسامحه على الزنب اللي عمله بعدها كيس بيوريله صور جثة القص ومرسوم عليها واشم على شكل رقم 6 مرسوم 3 مرات بشكل عكسي وفي الوقت ده بيقرروا يروحوا البيت القص علشان يفهموا حكاية الواشم ده ايه وبالفعل بيروحوا هناك وبيلقوا معلق صلبانه وصور من الانجيل في كل حتة في المكان وبيلقوا ساعتها ملف فيه صور النجم الملتهب وهو بيقرب على الارض وده كان من خمس سنين في نفس اليوم اللي اتولد فيه دميان وهنا بيقرر روبرت يعترف لكيس ان ابنه الحقيقي مات المهم دلوقتي ان روبرت اقتنع ان دميان ابن الشيطان وقرر ان وسافر روما يدور على القص اللي ادهوله يوم ولاته فبيقرر كيس يروح مع ساعتها لانه لما كان بيصور البيت وقت موت القص اتصور في المراية بالغلط وشاف شبح واقف وراه ومن تاني يوم بيروحوا فورا على روما وبيكتشفوا ان المستشفى اللي كانت مراته بتولد فيها ولاعت فبيسأل روبرت عن اي ممرضة من اللي كانوا موجودين في يوم ولادة ابنه وبيعرف مكان واحدة منهم فبيروح لها فورا وبيسألها عن تفاصيل الحريقة فبتحكيلوا ساعتها ان مبنى الولادة اتحول لفرن والنار كالت كل اللي كان موجود فيه فبيسألها روبرت عن القص اللي قبله زمان فبيتعرفوا انه موجود في دير في قرية بعيدة عن روما وفي الطريق بقى روبرت وكيس بيقفوا يشربوا حاجة وساعتها كيس بيطلع الملف للاقف بيت القص وبيفهم من الكلام المكتوب ان اتباع الشيطان اختاره هو علشان ديميان يستولي على املاكه ويدخل مجال السياسة لما يكبر وساعتها هينشر الفتن بين الدول ويدمر العالم بعدها بيقوم يروحوا للقص بتاع المستشفى وهناك بيتصدم روبرت لما بيلاقي وشه مشوة وبقى قاعد على كرسي مش قادر يتحرك وقتها بيطلب منه يقوله على مكان ام ديميان الحقيقية فبيمسك القص ورقة يكتب له فيها مكانها ولما مساعد القص بيقرى الاسم المكتوب بيعرفوا انها مقابر قديمة وبيوصف له مكانها فبيروح عليها كيس وروبرت باقصى سرعة وهناك بيلاقوا قبر ام ديميان بس لما بيفتحوا القبر بيتصدموا لانه بيكون في جسد كلب والصدمة الاكبر لروبرت لما بيفتح القبر اللي جنبها وبيلاقي هيكل طفل رضيع وبيعرف انهم خدوا ابنه منه موتوه وفجأة وبدون اي مقدمات بيهجم عليهم كلاب كتير جدا لكنهم بيقدروا يبعدوهم وبسرعة بيجروا ينطوا من البوابة ولما كلب منهم بيلحق روبرت بيقلعلوا الجاكت وبيهرب فورا على الناحية التانية بقى بيلاق وديميان بيروحوا المستشفى الكاتي بس الممرضة ساعتها بتعرفهم انها خدت العلاج ونامت بيلاق ساعتها بتستعطف الممرضة وبتقول لها انها تدخل تسيب الورد اللي ديميان اخترهولها وهتخرج على طول وبتسيب ديميان قاعد مع العسكري اللي واقف حراسة على القوضة بعد كده بتدخل بيلاق تطلع حقنة هوا تضربها في المحلول بتاع كاتي وبتكتب نفسها علشان ما تعملش اي صوت ودميان بيفضل بصص للعسكري وبيخليه ما يسمعش اي حاجة لحد ما كاتي بتموت وبيلاق بتطلع تاخده وبيمشو في نفس اليوم بالليل بيتصدم روبرت لما بيوصل له الخبر وبيفضل يحلم بكوابيس مرعبة لحد ما بيدخله كيسو بيقوله انه عارف ان بوجين هاجن موجود في شمال القدس وسط معقل الكيان فبيقرر وقتها انه ياخد كيسو يسافر تاني يوم وبيفضل يسأل على القيس لحد ما بيعرف مكانه بيروح له وهناك القيس بوجين هاجن بيكون مستنيه وعارف انه جايله وعلى طول بياخده يوريله مجموعة سككين يسبتوا بيها على شكل صليب علشان يقدر يموته بس لما بوجين هاجن بيقوله ان دميان على جسم واشم مكون من 3 ستات ملفوفة على بعض بيقسم له روبرت ان الواشم ده مش موجود فبيقوله يقص الشعر وهيتأكد من كلامه اما كيسو بيسأله عن المربية فبيعرفه بوجين هاجن انها من حماة الجحيم وجاية تحميه روبرت ساعتها بيمشي وهو متعصب لانه مش قادر يتخيل انه يخلص على الطفل اللي تربى بين ايديه لكن كيس بياخد السككين وبيطلع وراه يديهاله فبيتعصب عليه روبرت وبيرمي السككين في الارض وبيسيبه وبيمشي لكن لما كيس صمم على انه يروح ياخد السككين بتنزل عليه حديدة كبيرة بتطير له رقابته في ثواني واستصادة من كل الناس اللي في الشارع ومن ضمنهم روبرت في الوقت ده بس بيقرر انه يسمع الكلام وبياخد السككين وبيرجع على لندن وبيروح على بيته وبيدخل بمنتهى الهدوء لكن كلب الحراسة بيحس بيه وبيطلع يجري وراه ساعتها روبرت بيسحابه وبيفتح له فتحة في الارض كده بيقع فيها الكلب وبيتحبس بعدها بياخد المقص وبيطلع يقص شعر دميان وبيتصدم لما بيلاقي الوشم محفور في دماغه وبمجرد ما بيكتشف الحقيقة بنفسه بتهجم عليه بيلوك من ظهره لكنه بيخبطها في الجدار وبيفضل يضرب فيها وبيجري ياخد دميان وبيضربها بالرجل في فوشها وبينزل يركب العربية بس قبل ما يتحرك بتنزل بيلوك وراه بمطرقة وبتحاول تكسر الإزاز لكن روبرت وقتها بيسوق بسرعة جنونية وبيطيرها من على الأرض وبيكسر البوابة وبيهرب من الحرس بتوعه بأقصى سرعة وقتها الحراس بيبلغوا الشرطة تبعت لهم قوات دعم وبيطلعوا كلهم يطردوا روبرت لكنه بيسبقهم وبيوصل للكنيسة وبياخد دميان يربطه من إيده وكان خلاص هيصلبه لكن على آخر لحظة الشرطة بتوصل وزابط منهم بيقدر دميان يسيطر عليه وخلاه ضرب روبرت طلق وخلص عليه ومن بعدها بدأت الكوارس تحصل بلا حصر والضحايا أعدادهم بدأت تزيد أما دميان فبنلاقي أنه قرر يسيطر في خطته الجديدة على رئيس أمريكا وخلاه يتبنى بعد موت روبرت وبكده بينتهي فيلمنا النهاردة ما تنساش تدعمنا بلايك وتكتب لنا رأيك في كومنت علشان توصلك كل ملخصات HD فيلم